اشتركوا في القناة غازي الليبي عبر عن رغبته في التعاقد مع المهاجم الودادي حيث ربط الاتصال بواكل اعماله من اجل التوصل لاتفاق النهائي لضمه في الميركات الشتوي الحالي وفي خبر اخر كشفت مصادر ان النادي الوداد الرياضي قرر فسخ عقد لاعب بارس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية واكدت نفس المصادر ان ادارة الفريق الاحمر فسخت عقد المدافع حمزة الرقراجي بالتراضي بسبب عدم رضاه في الجلوس بكرسي الاحتياط خلال اغلب المباريات وفي خبر اخر كدت مصادر مطلعة لموقع المغرب سبورت بان هدف الدور التونسي الدولي ابو باكر تروري مهاجم اتحاد المونستيري التونسي قد وصل الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء من اجل التفاوض مع ادارة نادي الوداد الرياضي وحسم مسألة التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الحالية وطلب المدرب فوز البنزارتي مدرب الوداد الرياضي ادارة الفريق الاحمر بالتعاقد مع المهاجم المالي ابو باكر تروري في المركات الشتوي لتقوية خط الهجوم الذي يعرف ضعفا كبيرا وعزا عن التشجيل ترجمة نانسي قنقر